اهلا بيكو ازاي المشاهدين اهلا بيكو ازاي المشاهدين في حلقة جديدة من عيون الحياة عندما تتخطب العيون تكون قبلة من الكلام العيون هي مريئات الحياة وفي برنامج عيون الحياة معنا ومعكم استاذ احمد فؤاد مدير مبيعات باحدة اكبر شركات التطوير للتنمية العقرية يساعدنا تشريفك استاذ احمد اهلا بحضرتك كنا حضرين نستفيد من خبرة حضرتك استاذ احمد النهاردة في التحدث في الامور التي تخص السوق العقاري اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا مبسول جدا ان انا موجود معاكم النهاردة في الشهر اللي احنا كلنا بنفتاخل ان احنا موجودين فيه شهر اكتوبر انتصارات اكتوبر العظيمة خانيا في الاول نتكلم السوق العقاري السوق العقاري تكوينته بتبقى عبارة عن مطور وعبارة عن عميل وعبارة عن مصوق المطور ما الا هو اللي بيعمل المشروع والمصوق ده اللي هو بيسوأهله والعميل ده طبعا هو اللي بيستفيد من المنطق طبعا الحمد لله يعني احنا في صادت دلوقتي الدولة اصلا بتهتم بالسوق العقاري بشكل كبير النهاردة التوجهات السيد الرئيس توجهات كلها ناحية المدن الجديدة انه هو ازاي يعمل مدينة جديدة عشان ينقل التكدسات السكانية اللي كانت موجودة جوه القاهرة بزحمتها وينقلها للمناطق اللي موجودة في اللي هي الصحراء اللي كانت موجودة دي اللي ما كناش بنقدر نستخدمها فالله ملك الحمد احنا دلوقتي يعني دخلنا في الجزء كبير جدا من المدن الجديدة اللي احنا ابتدينا دلوقتي بنتوغل وبنروحنا حيتمنته الحمد لله تماما الحمد لله تماما الحمد لله تماما اه والستو زحم استو زحمة كنت عايزة بتامننك على وضع السوق العقاري في مصر في خلال أزمة الكورونا والكوفيد ايه اللي حصل فيها؟ طبعا هو العالم بالكامل اللي اتأثر بالأزمة دي مش بس السوق العقاري بس خلينا نقول ان احنا في قاعدة في العقارات بتقول ان العقار يمرض ولا يموت يمرض ولا يموت بمعنى بمعنى ان احنا النهاردة في فترة جات علينا حصل زي ما بقولوا ثبات في السوق العقاري بنسبة ضئيلة مش هنقول بنسبة كبيرة بس الحمد لله بعمين بدءا من النص التاني من العشرين عشرين ابتدى الموضوع ينهض السوق العقاري بقى عليه طلب بزيادة الحمد لله دلوقتي بقى فيه العملة دلوقتي عندها وعي ان دي افضل فترة ممكن تشتري فيها خصوصا ان فيه عروض كتير جدا بتتقدم من الشركات العقارية في الوقت الحالي انا بطمئ لحضرك وبطمئ للمشاهدين ان الحمد لله السوق العقاري بعمل الحمد لله فيه تخوفات للسوق العقاري حالياً في الفترة الحالية ايه هي التخوفات ديت حضرتك؟ والله مش هنقدر نسميها تخوفات بشكل كبير بس خليها نقول ان اللي هيواجه المطورين هي فكرة موعيد التسليم النهاردة كل مطور مرتبط بمعادة تسليم مع العمل ابتوه فهو ده اللي هيخوفه ان هو ما يقدرش يسلم في الموقع ده بس ان شاء الله يعني مع حركة العمل بتادي ترجع تاني فان شاء الله باذن الله ان شاء الله الناس هتقدر تسلم في المعادة والدولة كمان بقت فيه هي اللي بتمنج الموضوع ده هي اللي بتراعي ده وهي دلوغتي بقى تعملها قيود المطورين على موضوع التسليمات فان شاء الله باذن الله مش هابه فيه مخايفات في الفترة جاية ان شاء الله ان شاء الله سيدنا AHمد هو السوق العقاري قبل اتغير بشكل ملحوظ قبل ما كانأك أبل كورونا؟ هو أي حاجة اتغيرت قبل الكورونا بعد الكورونا اتغيرت تماماً قبل الكورونا بس خلينا نقول إن هو التغير إن شاء الله للأحسن يعني النهاردة أصبح عندنا مشاريع كتير جداً ظهرت بعد أزمة كورونا الطلب بقى في ازدياد زي ما قلنا المدن مدينة العالمين الجديدة مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ده مشروع دولة يعني ممكن تتفاهمنا مدينة العالمين إيه الجديد فيها وإيه التطورات الحسن خلينا نقول إن السحل الشمالي كان مقتصر على بعض المشاريع اللي موجودة على ناحية البحر ومشاريع تانية قبل الطريقة تمام الدولة طبعاً رأيت إن هي في منطقة كبيرة جداً تمام واخدى حوالي 16 كيلو في منطقة العالمين رأيت إن هي طب ليه ما نعملش فيها استثمارات ليه ما ندخلش فيها استثمارات أجنبية فعملت مدينة دلاتي طبعاً يعني حاجة كده أشبه بالخيال محدش كمسات يعني هي ممكن تطلع المدينة بالشكل ده وبراً أبراج الأبراج دي بارتفاعات شاهقة جداً موجودة على البحر وبشارة في مدينة العالمين ومش بس كده كمان وعملت امتداد للمدينة دي الناحية التانية من الطريق بحيث النهاردة إن أنت نقلت أوروبا تمام جبتها عندك في السحل الشمالي بالنهاردة أنت بتخاطب مستثمرين أجانب كتير جداً نهاردة أنت بتعمل فنادق أنت النهاردة بتشغل عمالة مش قليلة فكل ده الدولة رأيت إن هي تتجه ناحية مدينة العالمين باستثمارات بتخلي الأجانب يجي ودخل من دينا استثمارات مش قليلة نفس الكلام حصل في مدينة العالمين الجديدة نحن نتكلم في العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي نحن نتكلم في مصر الجديدة هي ده الرؤية المستقبلية للمصر مشروع قومي كبير النهاردة بنلاقي أن كل كتير جداً من الهيئات والمصالح الحكومية اتدت بالفعل في الوقت الحالي تنقل وتروح هناك في العاصمة عشان هو ده المشروع القومي للدولة وده اللي هو الحلم السيد الرئيسي أنه يقدمه للمصريين أنه يعمل مدينة جديدة مصر من أول وجديد يعملها في العاصمة الإدارية بالضبط كده فأنا طب دلوقتي أستاذ أحمد النهاردة العاميل عايز يشتري عقار إيه الأولويات اللي أنت تنصحه بيها اللي هو يشتري بيها العقار اللازم اللي ينسبه طبعاً أول حاجة وده طبعاً برضه من الدولة هي اللي علمتنا النقطة دي أنا النهاردة أشوف المطور اللي أنا رايح أشتري من عنده إيه أوراقه القانونية بالنسبة للأرض بتاعته وصل لغاية فين؟ هل هو معاه قرار التخصيص؟ هل هو واخد قرار وزاري؟ هل هو واخد رخصة مباني؟ دي كلها الحاجات الأولوية اللي أنا لازم أراعيها وأنا رايح أشتري عقار الأولويات دي كانت من زمان ولا لسه دلوقتي في الوقت الحديث؟ هي الأولويات دي كانت من زمان بس ما كان العميل بيقول أنا مش محتاج أن أنا أراعي كل ده لأن فيه موعيد تسليم إن أنا هستلم فيها ما استلمتش فأنا هقدر النهاردة استريد بسوص الدولة أو السيد الرئيس الموضوع طوره بشكل كبير جدا النهاردة بقت قبل ما بتروح تشتري فيه هيئات وفيه مصالح مختصة بالأمر ده فالنهاردة لو بنشتري في العاصمة فإحنا عندنا شركة العاصمة الإدارية بنيقدر إن إحنا نروح نخطيبها نتطمن على مستوى المطور ده نتطمن على المبالغ لدفحها على الأرض بتاعته هل النهاردة هو مشي في إجراءات القرارات الوزرية بتاعته الأوراق القانونية بتاعته كاملة ولا مش كاملة مصبوطة ولا لا مخالفة ولا لا بالضبط ده الجزء الأول اللي أنا بتطمن منه طبعا سابقة عمال المطور نهاردة المطور طول ما هو ليه سابقة عمال فأنا النهاردة متطمن ده حد سلم وده لازم إن أنا تجهله طبعا طبعا ومطلوب كمان من المطور في الوقت الحالي إن هو كمان يقوم بدوره مع العميل في نقطة مهمة جدا إحنا هنلاقي إن أغلبية دلوقتي المدن الجديدة سواء العالمين أو سواء العاصمة الإدارية الجديدة أغلبية اللي بشتري فيها المستثمرين طب أنا النهاردة عايز أخلي المستثمر ده أو عايز أخلي العميل بتاعي ده يسكن طب ليه النهاردة ما أزودلوش باند التشتيب النهاردة باند التشتيب دي حاجة مهمة جدا مكلف وهي في نفس الوقت ما هو أنت النهاردة بتزوء إن هو ييجي يسكن في المكان بس أنت بتدفع العميل ما هو طبعا لازم أدفع العميل عشان كابل هاي مكلفة للعميل ممكن تكون مش مكلفة لحضرتك أو انت بتدهير قوم كمستثمر ما هو النهاردة حضرتك أنا النهاردة كمستثمر لو دخلت باند من بنودة تشتيبات عندي تمام؟ لأن أغلبية اللي بيسلموا دلوقتي أو هي مصر يعني إحنا أغلبية المطورين فيها بالنسبة للموضوع السكني هم شايفين فيجن معينة إيه يا الفيجن؟ أنا هسلم النهاردة نصف تشتيب طبعا النهاردة لو زودت على نصف التشتيب ده بنودة تشتيب اللي هي الدهانات اللي هي الأرضيات اللي هي أطوم الحمامات لو زودتها وحملت التكلفة دي على العميل وقصت تهاله من خلال مودة تسيط يبقى أنا النهاردة خليته هيسكن ما خلتوش بس وجهته أن هي كاستثمار نقلته من فكرة أنه هو راجل مستثمر نقلته أنه هو النهاردة راجل بيعيش في المكان ده لو لقينا النهاردة هلاقي أن أغلبية المطورين وعقارين الموجودين دي في السوق تلات تربع المشاريع اللي مسألة منها ما تسكنتش تبقى أنا النهاردة بخاطب مستثمر بس هاستاذى حالك في حيط تبقى دي برضو بترجع للعميل العميل بس وانس إنه هو بشترى شقة أكيد حتى كل فما يملك هيجي بعد كده عاوز يشتر أكيد هيستنى لحد دنيا تمشي معها شوية ما هو ده بقى أنا بقول لحضرتك لو المطور من الأول فتح له جزئية التشتيب دي كنوع من أنواع أوفرز أو البنافس اللي بالدهال ومن ضمن فترة التأسيب بتاعته فهو أكبره أنه هو مش هيستثمر بس في الوحدة دي لأ هو كمان هيسكن في الوحدة دي أو ممكن يستثمر فيها في جانب الإيجار بس العميل بيحس بالتخفيض اللي أنت حضرتك هتعملهله للسلس دا هو طبعا لو المبلغ لو قلنا فيه أنه هو كتوتر أما هو مبلغ كبير إنما لو أنا دخلت له من ضمن فترات التأسيب أنت تدخلها له من ضمن فترات التأسيب وأكيد كله بيخش ضمن فترات التأسيب والله بنسبة كبيرة يعني بنسبة كبيرة ممطورين دلوقتي بقى بيدخلوا بقى للتشتيب وكمان بقى بيدفوه على فترات السلسة تبين ترى حضرتك في رؤية الدولة في الاستثمان العقاري في الفترة اللي جاية بعد الكورونا وكده يعني هو طبعا الدولة عليها دور كبير جدا هي الدولة هنقول هي بدأت بالفعل تعمل حاجات كويسة جدا للمشروعات ولمدن الجديدة شبكة الطرق شبكة الطرق عظيمة شبكة الطرق رهيبة إحنا مصر كانت مشكلتها في الطرق بتاعتها إحنا لما عملنا شبكة الطرق عملناها أن هي لمدة 30 سنة ما كناش متوقعين أن بعد كده أن في الزيادة اللي موجودة في السيارات ده بقت لمدة 30 يام بس بالظبط كده فالنهارده أنت النهارده الدولة أو السيد الرئيسي دلوقتي بقى بيعمل شبكة الطرق النهارده خلى المستثمر الصغير أو العميل بيجري النهارده يشتري في المدن الجديدة وهو متطمن لأن النهارده عارف أن هو يقدر يوصل لبيته في دقايق النهارده يروح لشغله في دقايق فده أول حاجة الدولة عملتها اللي واجب طبعا الدولة أن هي توقف بجانب المطورين بشكل أكبر من كده أن هي تخفيض الفايدة على القروض اللي بتطلعها للمطورين بحيث النهارده أنه هو يبقى المطور بياخد القارب بتاعه بفايدة قليلة بيخليه ينزل النهارده يبدأ إنشاءاته بس هل ده كله بياخده بحيث أنه هي كمطور أو مستثمر تمام وبيجي العميل كأنا كشخص راح أشتري هل هو بيراح دي برضه زي ما هو الدولة هتديله الملحة دي ما هو أنا بقى لسه هكمل لحظائك النقطة دي النقطة دي مهمة جدا النهارده لما الفايدة تقل على المطور فالنهارده هو ياخد الفلوس دي بدل ما النهارده كان بيستنى لما يبيع سنة أو مرحلة أو مرحلتين من المشروع بتاعه ومعد كده يبدأ في الإنشاءات لأنا النهارده بقى تقليل الفايدة هو النهارده هياخد الفلوس ويبدأ إنشاءاته يبقى النهارده بيطمن العميل العميل اللي بيشتري شايف قدام منه إنشاءات بتطلع متطمن إن فيه معاد استلام هيستلم فيه متطمن النهارده إن المطور ده مش هيدحك عليه تمام؟ فين؟ خلاص أنا منهارده كان دولة ساعت المطور بس هو مش ضحكي هو الفكرة كلانا حاليك بتقول إن الدولة الممول تمام وتكرده بريد قليل يعني بفايدة قليلة تمام هل هو بقى العميل أنا كعميل رايح هشتري هو هيراعي معها نفس المنطق هو المفروض بقى إن هو هيراعي المفروض أول نهارده إيه اللي بيخلي النهارده السعر العقارات في ازدياد رهيب تمام؟ النهارده إحنا فيه عندنا في بعض المناطق بدون ذكر أسمائها وصل النهارده المتر فيها لأعلى من الأسعار اللي موجودة برا مصر فالنهارده ده راجع لإيه؟ راجع النهارده إن المطور بيحمل على العميل الفايدة الكبيرة اللي هو بيخدها بيحمل عليه تكلفة الإنشاء اللي هي زادت عليه تمام؟ بيحمل عليه تكاليفة نواد البناء تمام؟ فكل ده النهارده لو الدولة رأيته مع المطور تمام؟ فهتخلي المطور هو كمام بالتبعية بيرعي مع العميل لأن النهارده كمستثمر داخل يستثمر يهمه السعر اللي بيشتري بيه في الأول السعر ده لازم يكون أهل سعر ممكن عشان يقدر بعد كده في المراحل بتاع أعادة البيع يقدر إن هو يكسب ماذا خلينا نرجع ونقول إن الدولة بتعمل تأسيرات كتير أول المطور هل بقى هما برضو وبقى عيد عليها تاني هما بيشوفوا كده هو ده لازم يعمل كده ما هو للأسف ما هو إن شاء الله بإذن الله لما حالك لسه ذاكر إن بتقول في بعض المناطق برا مصر بتبقى زيادة يعني إحنا هنا زيادة عنها ما هو إحنا بالطبعية لأن إنت عندك النهارده سعر التكلفة بتاعت الإنشاء غري جدا النهارده المتر الإنشاء بقى بيقف على المطور برقم كبير عكس قبل التعويم قبل التعويم حضايا كان تكلفة الإنشاء ما كانتش برقم ده طي النهارده بتشتري سعر المتر غالي كمطور تشتري سعر المتر غالي النهارده عشان ما هو تفيتها سهلات من الدولة السلاح؟ ما هو تفيتها سهلات إن هو بيقصت طيب إنما سعر المتر ذات نفسه ثابت النهارده هو بيشتريه غالي ما بيشتريه الشخيص النهارده إنت بتحط عليه أنظمة سداد زيه زي العميل بزد وهو النهارده لما بيروح يخاطب هيئة المجتمعات العمرانية أو شركة العاصمة الإدارية عشان يشتري منها أرض عشان يعمل عليها مشروع يقدم عليها مشروع ساكني فهو النهارده بيدفع سعر متر أرض كبير ده أول نقطة النقطة الثانية إن هو بيمشي في إجراءات الرخيصه دي بأرقام تمام؟ لازم يجي مكتب استشاري عشان خاطر يطلع منه تصميم هندسي ياخد بيه قرار وزاري ده برقم فكل دي تكلفة ده غير تكاليف التسويق ده غير تكاليف بيع المنتج كل دي أرقام هو بيحملها غصباً عنه على العميل أفوان يعني كل ده على حساب المواطن ما هو لازم حضرتك هو بيشيل منه جزء بس بيشال الجزء الأكبر للعميل بس العميل بيحس بالأكيد طبعاً بيحس أكيد طبعاً إنت النهارده بيلاقي أسعار هو مش مسد النهارده يا جماعة إحنا خلينا نقول إن فيه زيادة على إحنا أي كان المعروض من المشاريع العقارية فالطلب لسه أعلى من المعروض النهارده عندنا طلب على العقارات أكتر من المشاريع المعروضة بس خلينا نقول النهارده إن إحنا ما بقاش عندنا كنا زمان بنسمع إن فيه شقة بـ 300 ألف إن شقة بـ 400 ألف ده بسبب المخالفات والمخالفات الدولة اتجهت بقى أن هي تعالج الموضوعات دي خلاص دلوقتي السيد الرئيس بقى بيخاطب وبيضرب بيد من حديد على موضوع المصالحات أنا النهارده عايزة عايشة قانوني أنت النهارده لو بنت مخالف طب أنا النهارده عايزة خليك تعيش قانوني ففتحت لك باب لمصالحات فتحت لك باب أن أنت تدخل مرافقك بشكل رسمي خليتك تعيش حياة أمنة فهو ده كلها من دور الدولة الدولة قامت بدور كبير ما نقدرش ننكره بس فاضل عليها شوية أدوار صغيرة لو قامت بيها إن شاء الله نقدم منتج ساكني حاجة إن شاء الله بإذن الله كل الناس تقدر تستفيد بيها وتستفيد بشكل كبير إن شاء الله في الفترة وجد نظرك أستاذ أحمد في التطوير العقار اللي الدولة ممكن تقوم بيه في الفترة الحالية هو زي ما قلت شبكة الطرق وهي بدأت بيها بالفعل خلينا نقول كمان الموضوع بتاع التقليل الفايدة النهارده إن هي يبقى فيه ضمان لحق العميل النهارده كان العميل الأول لما بيتأخر عليه المستثمر أو المطور سوري وما بيسلموش كان الأول كان بيحصل إيه؟ بيروح بيرفع قضية طبعا إحنا عارفين سكك المحاكم في مصر وأخبارها إيه؟ فطبعا هو النهارده فين وجل استفادها؟ هو النهارده الراجل اللي بيجاي المستثمر الصغير أو العميل داخل بيدفع رقم الرقم ده هو بيشتري بيه واحدة اشتراها في المرحلة الأولى للمشروع عشان خطر هو لما هيئد بيها هيكسب منها لو هيأجرها فيكسب منها أو لما يستفيد بيها يبقى هو استفاد بقى ألي سعر ممكن فالنهارده لما بيجي عليه معادة السكيمة هو النهارده استفاد إيه؟ فالدولة لازم يبقى فيه رقابة فيه رقابة على الموضوع ده النهارده لازم يبقى فيه الشركات العقارية بنقول بنسمع كده مصطلح غريب بيقولك السؤول عقاري نايم أنا ضد كلمة السؤول عقاري نايم لأن السؤول عقاري عمره ما هينام السؤول عقاري فكريتك كلها إن ممكن تكون مناطق عليها الطلب في الوقت الحالي ومناطق تانية أو مرد في سبب الفترة اللي فات بالزبط بالزبط فهنلاقي مثلا إن فيه في فترة الصيف أغلبية المستثمرين الصغرين أو العملاء بيتجوا ناحية الساحل الشمالي هو النهارده عايز يستثمر في الساحل عايز يشتري في الساحل فهنلاقي إن في فترة الصيف دي كل الطلب بيزيد على السواحل هنلاقيه في المسكنة بيكون نزل شوي الطلب عليه مش بزيادة بعد ما فترة الصيف بتنتهي بيلاقي على طول بطريقة عكسية الطلب قل على الساحل وزاد على المشاريع السكنية فالموضوع هو هي نسبة وتناسبة فما فيش حاجة اسمها السولة تماماً قدرتها خليني أنا بقول له حضراتك أنا عايزة راحشتري شقة تمام تقول لي عامل إيه زي ما قلت أول حاجة أول حاجة أول حاجة نعاوزينا يعني إيه باستفادة كده الناس تفهم بك تمام أول حاجة طبعاً إن أنت بتتطمن الأول بالقانون قانونية أكيد طبعاً وما يدخلش في خبايا تانية خالص أكيد طبعاً ولا مخالفت أكيد طبعاً أول حاجة بنتطمن منها فعلاً زي ما السيد الرئيس حسنا على الموضوع ده إن أول حاجة إن نتطمن الأول من الأرض دي على الأرض دي واخد رخصة تمام الأرض دي واخد جاوب تخصيص الأرض دي طلع لها قرار وزاري تمام خلاص تطمننا من ناحية القانونية تتجه للحي يعني إنت أرخ فيه دي مسؤولة بدورها إن أنت حضارك بتروح لها بتعرف منها كل المعلومات اللي يتخص المشروع اللي أنت رح تشتري فيه خلاص تطمنت النهاردة من شركة العاصمة الإدارية وبالفعل تطمنت إن المطور ده أوراقه قانونية سليمة مليون مية النهاردة الراجل ده فعلاً ماشي في إجراءات إنه هو بيطلع رخصة واخد قرار وزاري لأنه فيه أي وقت فيه مشاريع لسه ما أخدتش رخصة المباني بتاعت فالنهاردة بتطمن إنه هو ماشي في الأوراق القانونية في الجدول التسلسل العادي اللي مقطوت له خلاص أنا تطمنت تاني حاجة لازم أرأيها سبقة عمال المطور ده المطور ده عمل إيه قبل كده يعني ما يكونش لسه أول تطوير عقارهي عشان ما يكونش فيه عملية نصب أو حاجة زي كده يعني هي الموضوع مش كده والله يعني النهاردة فيه مطورين جداد تمام بس داخلين السوق وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم وهيبقوا زي المطورين أكيد مبتهدين يعني أكيد ما مش كله إنه إحنا هنددله نوعاقش النهاردة برضو براعي يعني هنلاقي النهاردة عندنا فيه كتير جدا من مطورين ما كانوش يشتغلوا في التطوير العقاري بس كان شغلين في حاجات أصدق التشجيع يعني اللي لسه ببتدقين في الموضوع بزبط النهاردة ما مطمن هل هو يعتمد على الفلوس اللي أنا هدهاله ولا هو كمان عنده ملاقى مالية تساعد إنه هو يبينه عشان ما يجيش في وقت معين يعمل استوبه عشان ما يحافظ على معادل الاستلام اللي أنا باشتري علي وزي ما قلت بقى دوري مطور كمان إنه هو يحس العميل إنه هو بس ما يفكرش في الاستثمار إنه هو كسعر الوحدة بيزيد فيقدر يعمل إعادة بيع ليها أو كإنه هو يأجرها لأ كمان يسكن فيها تمام النازم المناطق دي تسكن النهاردة الدولة عملة تنقل الهيئات والمصالح الحكومية في العاصمة طب مين اللي هيعيش جنب الهيئات والمصالح دي النهاردة لقينا جامعات تفتحت لقينا مدارس اشتغلت تمام لقينا نسبة كبيرة جدا من المصالح ابتدت بالفعل هي بالفعل الدولة يعني ما شاء الله يعني شغال تطور كبير كبير عقاري أو طرق أو كل ده دور العميل بقى هنا ودور المطور إنه هو كمان يكمل التطوير اللي الدولة عملته نهاردة أنا قلت لك المصالح والهيئات هنلاقي النهاردة إنه فيه كتير جدا من الناس اللي موجودين في المناطق الكسافة السكنية فيها عالية مشتريين في المناطق اللي لسه مفاش كسافة سكنية طب ما تنقل طب ما تعيش فالمطور هنا ما ممكن يكون معلش لسه برضو الدنيا ما سمحتش إنه ينقل بقى أنا مش بقولي النهاردة إنه هو ينقل تمام أنا بقول لما يجي معاد استلام فيه فكر بعد كده سابق خلينا نقول لما يجي معاد استلامه يبقى هو من ضمن أهدافه أو لولياته إنه هو ينقل سكنه يعني برضو عفر هي برضو أكيد لو هو الطرق والصرف والحاجات دي اكتملت أكيد هيقل هي ماشاء الله هيكتمنت هي ماشاء الله أنا بكلم برضو على جميع المناطق يعني بش في عاصمة الإدارة يعني هو إحنا بنتكلم دلاتي هو ده مشاكل أنا برضو بنخاطب جميع الفئات يعني برضو أكيد الساكن لا هو النهاردة ما شاء الله إحنا بنصحى منهم بنلاقي عامارات تلعيت تمام بنصحى منهم النهاردة بنلاقي لا فيه برضو لسه يعني إيه الدنيا معيها لسه بسيطة وما عمش برضو بايز عنده تموح إنه هو يبقى يعني نفسكم في شقة كويسة هي ده لحنا بنتكلم برضو عليهم يعني برضو إن شاء الله عسابة الإدارة ما هو بيبدأ من أول المئاول تمام لغاية شركة التطولة عقارة كبيرة اللي عندها مشروعات سكنية كومة وندات فالنهاردة المطور المئاول ده اسمه مطور النهاردة أخذ حتة أرض بنى عليها عمارة تمام باسمه مطور طور من المنطقة دي وطلع منها برج سكن برج ده زي ما زي ما السيد الرئيس بيحسنه هو المصالحات بتاعته خلصت تمام فبيبتدي إنه هو يبيع بيراعي بقى هو هنا المئاول ده الفرقين اللي ما بينه وما بينه مطور نهاردة ما بيشايلش تكلفة كبيرة لعميل نهاردة بيحمل عليها تكلفة يدوب المواد البنى وهامش الربح اللي بيطلع له منها تمام فده بالنسبة للإسكان الاجتماعي أو الإسكان الشباب ده هنتكلم في إسكان الاجتماعي أو إسكان شباب أو إسكان في مناطق عادية مش كومباوند تمام إنه هو في مناطق عادية خالص طب دلوقتي أستاذ أحمد لو شاب دلوقتي عايز يعني مش في كومباوند ولا أي حاجة من ديت شاب كده عايزي خالص عايز ياخد شقة تمليك في عمارة إيه الخطوات اللي هو يقدر يوصل لها علشان يشوف الشقة ديت والأرض اللي هو هياخد عليها ديت ليها مصلحة في ورق هياخده في حاجة الحي هو الحي بيروح للحي بياخد ورق ولا بيسألك 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 الحي برقم القطعة طبعا اللي موجود عليها العقار بيتطمن من الحي إن هي واخد أوراق قنوية ولأ النهاردة خلاص ما بقاش في حد يقدر أصلا يبني مخالف النهاردة لازم يكون ماشي في إجراءات الترخيص بتاعته ولو باني فأكيد ماشي في إجراءات المصالحة بتاعته فهو النهاردة من هنا بيبتلي يتطمن إن العقار ده مرخص مقنن تمام بيبتلي بناء عيب يبتلي إن هو يشتلي أعتقد إن فيه قانون هيصدر أو صدر إن هو لو حد ما يحتاج إن هو يروح يجيب شقة برد أو كده إن هو يروح بيقدم الطلب بحاجات رمزية مش تابع الحقيقة بكده يعني ده جوش إتمول عقصة ده أعتقد إن هو خلاص يصدر ده أحنا القصدو يعني دلوقتي الريس قنن مثلا المصالحات والحاجات دي فكل العمرات أو كل البيوت اللي دلوقتي موجودة دي تمام يعني اتزبطت يعني بنسبة كبيرة جدا فاللي هيدخل هياخد حاجة زي كده هيبقى متطمن للشقة بتاعته دي أكيد طبعا أكيد طبعا ومترخصة وكويسة أكيد طبعا طيب الفكرة كلها برضو اللي أنا عاوزين برضو نخطب بقى الجمهور إن إحنا دلوقتي ما نخافش برضو إن إحنا موح نستري شوقها دلوقتي يعني برضو في ناس بعد الكورونا كله بقى بقى خايف وقول لي معاه جيني عاوز يشيله يعني برضو حالاتك تقول لنا برضو للناس لا هو بعد فترة الكورونا واحظنا إن كل البنوك قليلت الفوايط بتاعته أه ده حقيقا فكل الناس اللي قد حطى فلوسها وداية في البنوك ابتدت تتجه بشاكرك بيلي العقار تمام بقى فيه طلب زي ما قلنا تمام إن إحنا النهاردة عايزين يبقى نستسمى الفلوس دي بدل ما النهاردة أنا حاطت قيمة والي يكن مبلغ في البنك 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 فايدته قلت لما بيجي ياخد الفلوس دي فأنا بياخد الفلوس دي تمام هي زي بقمتها اللي أنا حطتها فأنا النهاردة أنا العقار هنا أكبره إنه هو يدخل معاك مستسمى يحط الفلوس دي فالنهاردة لأ الموضوع بيجانب طبعا الدولة بيجانب طبعا الحاجات اللي الدولة يديتهاله فكل ده حاجة كبيرة جدا تمام أهو ده الموضوع بسيطة ني ما هو حطت برضو بقررها تاني الشاب اللي هو الإمكاناته ضعيفة يعمل إيه بخبرة حاليتك في المبيعات؟ الدولة الدولة دلوقتي في المبيعات يعني بالزي الدولة دلوقتي فتحت بشكل كبير جدا الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباكة النهاردة بيقدر إن هو يروح يسحق كراس الشروط تمام؟ النهاردة بيطعم يارف منين برضو؟ اللي هو ما عمدوش في واتس آبا ولا فيسبوك؟ يعمل إيه؟ المحليات يعني ينزل يسأل في المحليات؟ المحليات وطبعا بيبقى فيه زي أعلانات بتنزل في الجرائد تمام؟ فتح مثلا أسكان شباب أو أسكان اجتماعي تابع للدولة في المنطقة الفونية مدينة بدر وليكن على سبيل المثال فالنهاردة بيروح بيتجه للحي بتاع مدينة بدر بياخد من هناك كراسة الشروط بيبتلي يدفع جوز رمزي الرسوم الرسوم العادية بيبتلي بعد كده بيخش بيجي دوره إن هو يستلم بيروح النهاردة يستلم تمام؟ كان زمان الناس بتعمل ايه بيروح النهاردة بعد ما بيستلم الوحدة بيقدر إن هو يعمل إعادة بيع فيه بيبيع يعني المستثمر الصغير هو من أول فئة العمرية اللي هو الشباب اللي حيات للناس الكبار في السن فالنهاردة الدولة كمان بقت بتشوف عايزة تودي الكلام ده للناس الأهلي ليه النهاردة اللي بيشتري ده النهاردة أو بيستلم زي حي الأصمرات أو غتل عينب أو المناطق اللي الدولة غيرتها كليا وجزئيا وشالوا الناس من العشوائيات وقعدوها في الأماكن دي النهاردة بقى بيروح لجان بتخبط على بيوت تعرض مين ده؟ انت اللي مستفيد انت اللي جالك القرعة أو جي رسع عليك شقة دي أو السنة بعليك جي بالظبط لو ملقيتوش هو بتطلعوا بتاخد الوحدة منه تمام؟ لازم يكون هو اللي ساكن لازم يكون هو المستفيد منه تمام؟ فالموضوع ما بقى زي زمان خوص تفضل حضرتك لا حضرتك لا أنا بقول لها حضرتك كامل تفضل بالظبط هي الفكرة كلها انه هو بقى الموضوع واخد شق لقانوني تمام؟ ما بقاش فيه الخطورة يعني حالك برضو بتنصح الشباب اللي لو فيه قرعة دخلوا فيها وربنا قرامهم بشقة تمام؟ يبعوش ما يتجوش للسمسرة وال... الفكرة كلها هو كمان مش هيقدر يعمل كده كان الأول هيقدر يعمل كده النهاردة خلاص ما باش يقدر يعمل كده لان فيه أوراق قانونية الدولة وغداع عليها فيه تحايل النهاردة هي الفكرة كلها والسود محمود أنا الدولة بتديني شقة بتديني خدمة وبتخليني قصات على 20 سنة تمام؟ عشان أنا النهاردة عايزة استفيد من ده تمام؟ فأنا خلاص النهاردة ما بقاش زي زمان الموضوع ما بقاش ان انت تدخل وتستثمر أنا النهاردة عايزة أعديك حياة كريمة عايزة النهاردة أعيشك حتى المناطق أو المشاريع اللي الدولة عملتها لو رحناها دلوقتي لو رحنا حياة الأسماعات تحسنا هو كومباوند تمام؟ الدولة عاملة كومباوند لإسكان اجتماعي أنا شفت بقى يا أستاذ أحمد في حال الإسماعات حاجة يعني غريبة جدا اللي هي شفتهم ربيين خرفان في الجنينة والله هو ده كل فوان المناطق والله يا أستاذ أحمد شفتهم ربيين خرفان وتشيور كده في الجنينة ده فكر فكر وتوجه ناس مش فكر وتوجه دولة دولة عملت مع عليها تصرفات فردية أكيد طبعا أكيد بزبط تصرفات فردية بس دولة عملت مع عليها إحنا عايزين نرتكب نفسنا أكتب والله هو ده يعني إن الله لا غيرهم ما يقوم من حتى يغيرهم ما ينفسهم صح أستاذ أحمد طبعا أنا كنت سعيد إن أنا كنت مع حضرتك أنا شرف لي الله بجد وأنا شرف لي أشكرك جدا الله يعزي حضرتك وأكيد إن شاء الله أن نصليف حالك في حلقات تانية إن شاء الله إن شاء الله مشت شوية وكون مضطرة مدى انتهى إن شاء الله نأمل نأمل من الله إن شاء الله أسعدتني أستاذ أحمد النهاردة بلقاءك وإحنا صعدك جدا بحضرتك وأنت يعني نموذك من الشباب اللي إحنا نختقر بهم الله يخليك أحمد شرفتني أستاذ أحمد أشكرك شرفتني أحمد شكرا أحمد أعزائي السيدة المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله